أول سؤال وصلنا بيقول سؤالي بخصوص النذر بيطلع لي أرباح من تجارة باخدها في شهر سبعة أو شهر واحد حصل لي مشكلة صحية كبيرة نذرت لله أطلع كل الأرباح اللي جاية في شهر سبعة لوجه الله لو المشكلة تحلت وبفضل الله بدأت تتحل هل يجوز أطلع النذر ده لفك دين زوجي وهل يحتسب كده لوجه الله وهل يجوز تأجيل الوفاء بالنذر بعد الحصول على أرباح النص التاني من العام في قاعدة مهمة بقى في مسألة النذر احنا عندنا قاعدة في الوقف كده اسمها ايه؟ شرط الواقف خنص الشارع يعني مثلا لما أقول أنا وقفت الكوب ده ليشرب منه المسافرون يبقى اللي يشرب من ده المسافرين ما ينفعش يقدي الكوب ده لحد تاني يشرب منه ياللي يشرب من ده المسافرين ليه طيب؟ لأن الشرط اللي أنا حطيته كأنه جاي نازل نص في القرآن ونص في صنع ليه؟ لأن الراجل لما خرج من ماله أصل الوقف ده وقت واحد بيتبرع بماله يبقى معل المحسين من سبيل يبقى هو لما تبرع وتبرع لدول فليبقى لدول يبقى خلاص النازر بقى بنعمله في بعض في هذه القعدة معاملة الايه؟ الوقف اللي هو إزاي يعني وكأن اللفظ اللي قاله النازر هو ده الشرط بتاع النازر لنفسه فلازم نحسن فلما بتقولوا لي لما حضايك بتقول لي إن أنا نذرت إن أنا أطلع إيه اللي حاصل؟ كل الأرباح اللي جاية في شهر سبعة لوجه الله لوجه الايه؟ لوجه الله أطلع الفلوس كلها لوجه الله طيب اللي في شهر سبعة فالسؤال أنا لو طلعت الفلوس كلها في شهر سبعة وفيت النازر طيب لو ما طلعتاش أنا ما وفتش بالنازر فجي السؤال الأولان هل ينفع طلع النازر عشان أسد دين زوجي؟ طيب في حاجة مهمة أول أول هنا بقى بيفارق فيها النازر والصداقات الزكوات إيه هي؟ إن في الزكاة أنا المفروض الزكاة تخرج من مالي للفقراء تخرج من مالي للفقراء فأنا لو أعطتها لزوجي أو أعطتها لأصلي أو أعطتها لفرعي كإني أخرجت الزكاة دي لا أنا ما خرجتهاش لأن أنا رجعت الفلوس في الزكاة دي ليه مرة تانية؟ آه لكن في النازر الأمر مختلف أنا فيه شرط عملته في النازر ده أنا قلت إيه؟ أخرج الفلوس لواجه الله ومثل هذه التعبيرات تخرج الأموال في فقراء المسلمين فلو زوجي مثلاً ركبته الديون كان غنياً فركبته الديون فأصبح مسكيناً أو فقيراً هل هو مستحق؟ هل هو الآن من الذين يطلق عليه منه فقراء المسلمين فقراء المسلمين هنا إذا شمع الفقراء والمساكين اللي هو مش حتى لو عنده ومش مكفي إيه؟ ومش مكفي احتياجه فهل هو دلوقتي عنده ومش مكفي احتياجه الجواب للنعم هو دلوقتي خلاص عنده حاجة اسمها حاجة اسمها إيه؟ أنه أصبح غارماً 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 يعني إيه؟ عاليدين ومش قادر يسده بغض بقى النصر عن زوجي غير زوجي بس هو دلوقتي أصبح من هذا فينفه النزر ده أعطوله آه لأنه وقف الحقيقة أصبح من فقراء المسلمين فأديله الفلوس النزر دي طيب ما نجي نعمله زي الزكاة إن كده كإني أعطيت النزر ليه؟ أعطيت النزر ليه؟ في وجهة نزر وفي فتوى بهذا لكن إحنا بنبص دلوقتي إن النزر خرج مني إلى الله فأصبح لفقراء المسلمين وده قد بيحصل إيه؟ بيحصل بشرط الوا بماذا؟ بتبرع من النازري نفسه لكن التاني بفرض الشرع فلذلك لابد إن أنا أراعي إيه؟ شرطه فلو كان لوجهي لا فأحد الذين يستحقوني زوجي خلاص أنا ممكن أديره النزر وأفكز أن أقيت له إنه واحد من المسلمين طيب هل يجوز تأجير الوفاء بالنزر بعد الحصول على أرباح النصف الثاني من العام؟ يعني نأجل فلوس النزر دي بدل سبعة أأجله الواحد لا يجوز لو أنا كنت آيل إنه أخرج أخرج إيه؟ أخرج أرباح شهر سبعة وده اللي تقال قدامي فإذا كنا بنقول ما ينفعش لإن أنا عايز أخرج أرباح شهر سبعة يبقى أخرج أرباح شهر سبعة فإذا كان السؤال ممكن أخر أرباح شهر سبعة هل أنا قلتها بلفظي؟ اللي أنا شرطها على نفسي؟ لا لا يجوز لا يجوز التأخير إلا إذا كان ده في مانع يمنع من هذا الإيه؟ من هذا القيام حتى أنا مش أسميه تعجيل عن هذا الوفاء إذا كان في شيء يمنعني عن هذا الوفاء ساعتها يبقى ما يبقاش اسمه تأجيل ولكن إن أنا سأخرج الأرباح في أقرب وقت مقدر قادر أخرج الأرباح الشهر البعده ومش قادر الشهر ده أخرى للشهر البعده وساعتها ما يبقاش تأخير معناها أننا سأخرج هذه الأرباح عند الاستطاعة طيب إذا كان في استطاعة لا لازم أوفي لأنه هو كده النزر ولذلك النزر في بعض المذاب أصله وكأن الشرع لا يطلب منك أن أنت يبقى عندك نزر يبقى تصدق ليه يا ابن ما أنت بتكلف نفسك فوق ما تطيق يعني أنت بتكلف نفسك يعني إيه بتكلف نفسك يعني الشرع ما كلفكش بالنزر فأنت الذي فرطته على نفسك وعشان كده الشرع زي ما بيقولك اللي أنت فرطته على نفسك يبقى أنت لازم توفيه على ما تلفزت به بيجعل لك كمان حق للتزام بشرطك اللي أنت شرطته يبقى الخلاصة يا إيه يبقى الأول يجوز أن أنا تديل زوجي نعم المسألة الثانية هل أنا يجوز لي أن أؤخره من سبعة إلى عشرة لا لأن أنا لفظي قلت أخرج كل أرباح شهر سبعة يبقى أنا لازم أخرج أرباح كل شهر سبعة لأن كما أن شرط الواقف كنص الشارع كذلك شرط النازر كنص الشارع فما ينفعش أن أنا أخره